بسؤال حيبقى لأستاذ أحمد جلال والأستاذ أحمد الهواري موقف كهرباء إيه؟ هيلعب بعد يوم 11 ولا مش هيلعب؟ أنت مزيتش؟ زيقت جداً بس أنا عايز أعرف إجابة زي زي المشادي دلوقتي كل اللي يقول لك إحنا مستنيين طابع البوستر اللي جاي على الحصان من البلد ومع الحمام الزاجل عشان يدينا الإفادة من الفيفا إن هو يوم 11 هيتشال من المنطقة الحمراء اللي هو موقوف ويبقى مش موقوف كلام الكتير اللي تقال أنا ما بحبش قفتي لائحياً لكن اللي أعرفه إن مرسيل كولر حاطت الرجل في حساباته أول ما يتم تقوله تفضل الرجل ده ضوء أخضر هيبتدي يتعامل مع كجناح أو كراس هربا ده من ناحية الفنية الناحية اللائحية لكل واحد اللي وجدت نظره وأنا ما بحبش قفتي كتير لكن كل ما أعلمه إن مفروض بعد 12 يناير يتحدد الموقف هل الإقاف بتاع أفج البرتغالي الذي يقيل أنه تم تجميده أو شهر إفلاسه أو 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 دي العقوبة الأكبر يتم تطبيقها لمدة فترتين بعدها إذا ملك يقدم شاكوة جديدة لجل التنظيمات في الاتحاد الدولي فيفا علشان يوقف اللعب إذا هذا حدث فكأنك بالضبط اللي كان مطلوب أن كهرباء يقصت الغرامة المالية بالفوايد المستحقة لـ 2.400.000 دولار ويفكر حتى للمحامي بتاعه الذي أقره واعترف أن الغرامة بالكامل على محمود عبد المنعم الكهرباء ده اللي أنا أقدر أقوله لك غير كده يبقى أنا أبافتي هاي هوالي معلوماتك طيب قصة كهرباء دي يعني هي حالة غريبة والغريب فيها أن أنت ما تروح تسأل مسؤول يقولك لا والله صحنا مستنين الرد طيب تروح لاتحاد الكرة اتحاد الكرة وقف في المنطقة الدافئة أو المنطقة الأمنة يقولك أنا مستني الفيفا يبعتني طب انت جالك خطاب طب تفسير الخطاب ايه يقولك والله الخطاب مبهم يعني إيه الخطاب مبهم طب لو أنت كاتحاد كرة بالنسبة لك الخطاب مبهم طلعه في الإعلام أو انشوره على الموقع الرسمي من اتحاد الكرة وإحنا نفسره وإنت رجبه تروح للأهلي وتروح لكهرباء وتروح للمقربين من كهرباء يقولك كهرباء هيشارك تروح للزمالك يقولك رأي إزاي يشارك وهو ما يبعت ليش المؤكد اللي أنا متأكد منه أن الزمالك بعت أو بصدت خلاص خلال الساعات اللي جاء دي يبعت الفيفا رسمي اللاعب ده إقافه وانتهى ما سددش الغرامة موقفه ايه لأن اللاعب هيشارك مع فريقه فأنا حقي فين وموقف فين ما أعلموا من ناحية النادي الأهلي النادي الأهلي بيرغب في الدفع بكهرباء ومشاركة كهرباء لسبب واحد وهو تسويق محمود عبد المنعم كهرباء لاستغلال مبلغ الأعارة أو البيع النهائي في تعويض كهرباء بأنهم يسددوا معي جزء من الغرامة لأن ده الوعد اللي كان واخده كهرباء من النادي الأهلي إن هم يساهموا معه بجزء الحل الوحيد لأن النادي الأهلي لن يتحمل من خزينته مبلغ أو حتى لو جزء من غرامة كهرباء وكهرباء لن يدفع الغرامة بالكامل فالحل دلوقتي في التسويق محمود عبد المنعم كهرباء بقعارته هتيجي إزاي؟ هتيجي من اللاعب يشارك لأن هم فشلوا حتى اللاعب هو وكيله فشلوا في إيجاد عرض خلال الفترة لأن اللاعب داخل في حوالي سنة ما بيشاركش فما فيش نادي هيروح يتعاقدون على لاعب موقوف وما بيشاركش فهم عايزين يتحقوا باللاعب عشان يكون فرصة إن أنا أقدر أسوي اللاعب وأجيب له عروض الدولة الإماراتية قد تكون محطة مقبلة لللاعب حال مشاركته دي قصة كهرباء يعني الأفضل في قصة كهرباء إننا أنتظر 48 ساعة جايين ونشوف على أرض الواقع كهرباء هيشارك ونخلص فعلاً لأننا يا قصة دمها تقل وتروح لمسؤول في الأهل يقول لك لا هيشارك تروح لمسؤول في الزمارات تقول لك لا مش هيشارك تروح لاتحاد الكورة المفروض بقى هو اللي يقول لك يقول لك لعب عرف يقول لك أنا مليش دعوة هي قصة غريبة بصراحة إلا أنت وعندكش مسؤول عارف في إيه أوري شرفت ونور